السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان أرستو أونسيس والنفط السعودي خلال الانتعاش النفطي في مطلع عقد الخمسينات كان أونسيس قد دخل في المناقشات النهائية مع الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية لإجراء صفقة لنقل النفط السعودي ونظرا لاحتكار شركة النفط العربية الأمريكية وهي حاليا شركة أرامكو للنفط السعودي بموجب اتفاقية امتياز انزعجت الحكومة الأمريكية عند معرفتها بهذه الصفقة وبحلول عام 1954 كانت سياسة الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية التي تعمل على تعزيز الموقف الخاص للولايات المتحدة تتمثل في اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء الاتفاق بين الحكومة السعودية وبين أرستو أونسيس لنقل النفط السعودي وذلك كان على نقلات النفط الخاصة بأرستو أونسيس وأيضا إيقاف العمل بهذه الاتفاقية على أي حال كانت هذه الاتفاقية قد قدت على السيطرة الاحتكارية للنفط في المملكة العربية السعودية من قبل شركات النفط الأمريكية ولكن تم إحباطها من قبل الحكومة الأمريكية ولهذا السبب أصبح أونسيس هدفا للحكومة الأمريكية وفي عام 1954 قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق مع أرستو أونسيس في قضية الاحتيال على الحكومة الأمريكية وقد وجهت إليه تهمة انتهاك أحكام المواطنة لقوانين النقل البحري التي تتطلب أن جميع السفن التي تحمل الأعلام الأمريكية يجب أن تكون مملوكة لمواطنين أمريكيين بعد ذلك أقر أونسيس بالذنب ودفع مبلغ 7 مليون دولار هكذا انتعت حلقة اليوم التي كانت بعنوان أرستو أونسيس والنفط السعودي